هل تعتقد أن الإنسان منا مسير أم مخير؟ نحن يعني مش عارف، بس أنا أفتكر من إحنا اللي نختار يعني ولكن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كيف إذا نكون مخيرين وكل شيء في كتاب من قبل أن نولأ؟ هل تذكر حين قلت لك إننا نيسر لأمور لا نعلمها؟ أمور أكبر من قدرتنا على رؤيتها قبل أن تحدث؟ هل فكرت يوما كيف ولماذا أتيت إلى هنا؟ شمع؟ أفكر ليه؟ ولكن هل تعتقد أن كل هذا حدث عبثا؟ كل يوم منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغلقهما؟ هناك ألف طريق يمكن أن تسلكه ألف خيار بسيط يمكن لأي منها أن يغير حياتك إلى الأبد تأخذ الطيران إلى الخليج؟ أو تكون الصحراء أأمن تسافر إلى بلجيكا؟ أو تظل هاربا في مصر؟ تنزل لتحضر الإفطار؟ أل ينزل ابن خالتك بدلا منك؟ هل تعتقد أن كل هذا حدث عبثا؟ إنه القدر المحتوم؟ وما يظن المرء نفسه فيه مخيرا؟ ما هو إلا طريق آخر نحو القدر المكتوب؟ لا مفر مش فاهم يا شيخ لني أحدثك عن قدرك أن تكون هنا يا أبا عمر برضو مش فاهم ليس هناك سوى ما تفهمه وما رأيته لا لو علنا بقى فهمته ورأيته فالمكان هنا بقى ده معسكر للتدريب المبيهدين والشركة غطى متقريب السلاح بس اللي أنا مش فاهمه يعني إنت ليه بتكشفلي كل ده؟ يعني مش منكم لأن أقول لك كل ميسر لما خلق ده أنا عمر ما شلت سلاح تحمله إيه ده؟ ننفعش ننفعش أنا راجبت على القانون جايز يعني زي ما تغيرني بس برنا أنا مش مجاهد ولا بتع سلاح ولا بتع حرب وأنا ما عرفش أنت لبت المعلومات دي خلها عني مني بس أنا مش ضد اللي أنت بتقوله ده خالص بس برضو مش معا وماذا بعد أن عرفت أكثر عن نشاطي بمجموعة؟ زي ما أنا لسه زي ما أنا أنا عايز أعيش في أدوه ما عايز أرب بالوقت اللي حلتي من غير مشاكل ولو دع يعني ما ينفعش هنا أو ما ينسبكش أنا ممكن أدور على مكان تاني عايش فيه ربما لم يأذن الله بعد ولم تحدث مشيئته عد إلى عملك كمحاسب في الشركة يا أبا عمر ولن يطلب أحد منك أكثر من ذلك ويمكنك أن تستخدم المزرعة للتدريب إن اللي بدنك عليك حقا وقد منحك الله ساعدا قويا مع السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته